الأم كلمة صغيرة وحروفها قليلة لكنها تحتوي على أكبر معاني الحب والعطاء والحنان والتضحية وهي أنهار لا تنضب ولا تجف ولا تتعب متدفقة دائما بالكثير من العطف الذي لا ينتهي وهي الصدر الحنون الذي تلقي عليه رأسك وتشكو إليه همومك ومتاعبك فلا توجد في العالم وسادة أنعم من حضن الأم ولا وردة أجمل من ثغرها الأم هي التي تعطي ولا تنتظر أن تأخذ مقابل العطاء هي التي مهما حاولت أن تفعل وتقدم لها فلن تستطيع أن ترد جميلها عليك ولو بذرة صغيرة هي سبب وجودك في هذه الدنيا وسبب نجاحك تعطيك من دمها وصحتها لتكبر وتنشأ صحيحا سليما هي عونك في الدنيا وهي التي تدخلك الجنة فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الجنة تحت أقدام الأمهات فهل يوجد أعظم من هذا؟ هل يوجد شخص في العالم يستطيع أن يوصلك للفوز بالجنة؟ إنها الأم إنها الأم التي تعطيك ما لا يستطيع أحد أن يعطيه لك وهنا دعونا نعرض لكم أجمل ما قاموا به أصدقاؤنا الثلاثة في عيد الأمهات يوم واحد وعشرون مارس من كل سنة احتفالا بأمهم الحنونة أخي رضا أختي مونة تعال يا معي هنا نقضي معا أمسية رائعة في بيتنا فاليوم عيد الأمهات فيه نقيم حفلة بهيجة لأمنا ونشتري هدية ثمينة من مالنا عربون حب واحترام وضم شمل الأسرة وقت المساك العادة تبدو على أفرادها دلائل السعادة وعندها قالت مونة فسلمت لأمها أريج مصك وعطور وقبلوها كلهم مرددين في سرور دمت بخير كل عام